الرحمة وما أرسلناك إلا رحمتك للعالمين بيت العز يابتنا مليان بابتسامتنا والفرحات حكاية في لبناء وحياتنا والفرحات حكاية في لبناء وحياتنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هتكلم عن حاجة يمكن تبدو غريبة شوية وهي استقلالية شخصية الطفل الناس هتستغرب تقول الطفل ازاي هتبقى شخصيته مستقلة وهي هنا الأزمة إنه في مفهوم عند الناس إنه الطفل ده صغير فهمش حاجة ما عافش حاجة وإحنا المفروض إنه نعمله كل حاجة ومن هنا بيبقى الطفل اعتمادي جدا على الكبار وبيحتاجهم في كل حاجة حد يقول تابو إيه المانع في ده هو لسه صغير يعني همال يعني والطفل هيعمل هيعمل إيه يعني غير كده همال إحنا بنربيه ازاي لازم نبقى مسؤولين عنه مسؤوليتنا عنه غير إن إحنا نلغي شخصيته غير إن إحنا نلغي وجوده وإنه مبادئ التربية الحديثة بتقول حاجة مهمة جدا يقول لك إيه بيقول لك أعلم الطفل كيف يتعلم يعني مش أنت اللي تقوله الحاجات وتقوله المفاهيم وتقوله كل حلقة أعلمه زي هو يتعلم اللي هي التعلم وليس التعليم مبادئ التعلم إزاي يبحث، إزاي يشوف، إزاي يدور إزاي يسأل، إزاي يستفسر وهو ده اللي ينمي العقلية المبدعة والعقلية المتفتحة عند الطفل ومن هنا من مبادئ التباحثة أنك تعلم ابنك يكون مبدعة إزاي يكون مبدعة إن هو يفكر بشكل مختلف إن هو يبتكر حلول جديدة كمان يقول لك حاجة في المبادئ التربية الحديثة إنك لا تحل للطفل كل مشكلاته مش كل مشكلة بتواجه الطفل تجري وتحلها وتحس إنك أب كويس أو تحس إنك أم كويسة علشان حليتي للطفل مشاكل لا، خلوا الطفل يواجه بعض المشاكل في حدود استطاعته إنه لو فكر وتعب شوية يحلها وده مهم علشان يتعود التفكير ويتعود على مهارة حل المشكلات إحنا في مجتمعاتنا للأسف الشديد لا نتعلم مهارة حل المشكلات وعشان كده أي مشكلة بتقابلنا بنغرق فيها بنتورط فيها بنعجز قدامها وتتراكم المشكلات وتتحول إلى أزمات وتتراكم الأزمات وتتحول إلى كوارث لأنه ما عندناش فن حل المشكلات لو إحنا أطفال ولو إحنا كبار اتعودنا إن إحنا نحل المشكلات بيبقى منتظرين دايماً حد تاني يحل لنا المشكلة حد كبير يحل لنا المشكلة رئيس، مدير، وزير، أي حد يحل لنا المشكلة لكن إحنا ما نعرفش نفكر ولا نعرف نحل حاجة من مبادئ التربية الحديثة مبدأ مهم جداً وهو قضح الزناد لملء الوعاء بمعنى إيه؟ بمعنى إنك بتخلي الطفل يفكر ويتساءل مش تهم لدماغه معلومات برضو مبادئ التربية الحديثة إنك تعوده التجديد والابتكار والإبداع والتفكير النقدي إنه ما يخدش أي حاجة كده على علتها ولازم يتأمل ويفكر طيب، فيه مراحل للاستقلال في شخصية الطفل تصوروا المرحلة الأولى بتبدأ إمتى؟ في النص الثاني من السنة الثانية من العمر يعني في الست شهور اللي في السنة الثانية من العمر يعني أول الطفل يبقى عنده سنة ونص تبدأ أولى مراحل الاستقلال في شخصيته ليه؟ إنه بقى في السن ده قادر يتحرك ويمشي ويمسك المعلقة ويمسك حاجات يمسك الألم ويحدفه الكورة والحاجات دي كلها فبيشعر بأنه قادر على أنه يعمل حاجة كتير أو حاجات كتير مش لازم الأم اللي تعمل له كل حاجة طيب، عايز يمسك الملعقة كده وياكل الأم تقول لا، ده هيوقع الأكل على هدوم أما أكله أنا هيكل أحسن فيحصل صراع بينها وبينه هي عايزة تعمل له كل حاجة وهو عايز هو يعمل حاجة عايز يغسل إيديه، عايز يغسل وشه من الحنفية، هي تقول لا، أنا اللي أغسل لك فالأم اللي مش فاهمة تربية كويس تلاقيها بتخنق هذه الرغبة في الاستقلال عند الطفل عايزة هي اللي تعمل له كل حاجة عايزة تفرد عليه كل حاجة عايزة تشل حركته خالص وهي اللي تقوم بكل الحاجات طيب، في مرحلة تانية، مرحلة طفولة المبكرة الطفل عايز يعمل مبادرات كتيرة لأنه كل ما بيعمل حاجة كده والأب والأم يبسطين منها يحس إنه كبر وبقى قادر يروح ويطلع السلم ويزن على السلم ويركب عجلة ومش عارف إيه في سن من سنتين لست سنين مرحلة طفولة المبكرة فعايزة يعمل حاجات تبسط الأب والأم فلازم الأب والأم يستقبلوا هذه المبادرات بشكل جيد لأنه لو استقبلوها بشكل جيد ورحبوا بيها الطفل ده يطلع طفل مبادر طفل بيفكر وبيعمل حاجات من غير محد يطلب منه ولما إحنا نسقف له ونبتسيم له وناخده في حضنا والحاجات لما بيعمل حاجة يعمل حاجة جديدة تانية وثالثة ورابعة وخمسة ويبقى ده تكوينه الشخصي أنه مبادر أنه مجدد أنه ما بيستناش أنه يعني ياخد أوامر بس لا بيعمل هو حاجات كتير كويسة المرحلة الثالثة اللي فيها برضو حالة استقلال هي مرحلة المراهقة مرحلة المراهقة بيبدأ المراهق يستقل عن سلطة الأبوين ويبدأ يكون مفاهيمه بقى الزاتية ويبدأ يتعامل مع المجتمع الأوسع مع الزملاء ومع المدرسين ومع المدربين ومع رموز المجتمع الأوسع ويخرج من النطاق الديق للأب والأم طبعا فيه أباء وأمهات بيسمحوا بأنه الولد تتسع مدركه وتتسع أفق علاقاته والحاجات دي كلها طالما أنه في الحدود الأمنة وهم عنيهم عليه بس من بعيد علشان ما يحدوش من انطلاقته واستقلاله وتأكيد هويته فيه أب وأمه قلقين وموسوسين يبقوا مكتفين المراهق ما تروحش ما تجيش ما تطلعش ما تنزلش ما تعرفش ما تمشيش مع ده ما تروحش مع ده فطول الوقت هتطلق محاذير وعمل له حفر كده حواليه في كل حتة عشان ما يتحركش فبيعوق استقلاله يبقى شخصية يسلم بقى وقولك أنا من إيدك دي لإيدك دي ويلا يهش ولنش أو يتمرد تماما على سلطة الأب والأم نشكركم على حسن استماعكم ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة